مستمرين معكم في النادي الاهلي وقبل كده كنا اتكلمنا وضيفنا ومحللين في الرومتادة في وجود ميدو أو بركات دايما بيتكلموا لما يتكلموا على البكاترات في مصر بيذكروا محمد هاني أنه واحد من اللاعبين المميزين في المكان ده المكان ده بتاعه لاب فيه كويس قوي بدأ فيه صغير لعم مع نادي الاهلي لعم مع منتخب مصر حق مع نادي الاهلي بترك كتير حق مع منتخب مصر وعمل معهم مباريات مميزة جدا وبالتالي النادي الاهلي دايما أولاده لأن هاني من نتاج قطاع نشئين واحد من اللاعبين القراءة النتاج قطاع نشئين في أخير بدأ لأنه وكبد النادي الاهلي طبعا بعد الشناوي النادي الاهلي بيجدد تعاقده مع محمد هاني ثلاث مواسم آه يعني ثلاث مواسم ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلي محمد هاني طبعا رجل ربنا تكرمه وكمل نص دينه وتجوز السنة دي وبالتالي الاستقرار بقى الاستقرار نقوله مبروك مرتين مبروك الجواز ومبروك التجديد مع النادي الاهلي النادي الاهلي جدده محمد هاني لعب الفريق الأول لكورة القدم آه عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة وأنهى اللعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد ترجمة نانسي قنقر